رقم واحد في تسلسل القوائم المرشحة للانتخابات المقبلة أصبح معلوما لدى الشارع العراقي بعد الإعلان عن الأسماء من قبل الكتل السياسية وسط تصاعد وطيرة الخلافات داخل تلك القوائم ما صلى حد العراق والسبب يعود إلى رغبة كل مرشح الحصول على تسلسل الأرقام الأولى في القوائم الانتخابية هل أنتم ماثقون من أنتم تستطيعون أن تتقاربوا بدل ما تختلفوا على رقم واحد أن تكون رقم عسرة بالقائمة ولكن أن تتقارب مع الجماهير بطموحاتها أن تكون إلك نظرية أن تحط المبادئك الأولية أن تحط كل أخطاء الماضي وتقول رح صحح ورح أعمل على التصحيح قوائم أفرزت عن محتوائها مبكرا والإناء نظه عن ما في داخله قبل الانتخابات وأنا أتوقع أنه اليوم الشعب العراقي واعي لمن ينتخب ولمن يختار من الشخصيات السياسية إلا ربما هي التي كانت تخدم البلد في الأعوام السابقة والعام الحالي أعتقد منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا الناخب العراقي أصبح على دراية حقيقية ووعي كامل من هو يمثله ومن هو الفاسد ومن هو النزيه وربما اعتقاد البعض أن الرقام الصدارة في القوائم الانتخابية ستجذب جزءا من أفراد المجتمع البسطاء الذين لا يجدون القراءة والكتابة كونهم لا يدققون في الاختيار في وقت يرى فيه الكثيرون أن تسلسل الأسماء لا يعني شيئا بقدر ما هو رقم تعريفي للمرشح وأن الرقم واحد لا يفرق عن آخر مرشح في القائمة وأن الاختيار سيكون بحسب الكفاءة والوجوه الجديدة تحاول بعض الشخصيات السياسية المرشحة وحسب اعتقادها جذب أنظار الناخبين من خلال الحصول على رقم واحد بالقائمة كونهم قادة الكتل المرشحة لكن بالتأكيد اليوم هذا الموضوع لا يؤثر على الناخب والمواطنين أصبحوا أكثر وعي في اختيار المرشح الأنسب حسب الكفاءة وليس حسب الرقم الأول والثاني المجتمع العراقي عموما بنسبة كبيرة لا تقرأ ولا تدقق ولا تتعامل مع القوائم بشكل دقيق تبحث هو عموما العراقي ما عنده خلال يدور ويقرأ ويبحث فمن يباوع على القائمة أغلبهم دول اللي يجون كبار السن اللي ما يقرون اللي ما يتابعون رأي سنسوى الواحد صح ومن المقرر أن تجري مفاوضية الانتخابات يوم الثلاثاء قرأة أرقام الأحزاب السياسية التي ستشترك بها بحضور ممثلي كيانات السياسية وأعضاء مجلس المفاوضين أرقام الصدارة في تسلسل القوام الانتخابية ولا سيما الرقم واحد أصبح مصدرا للخلافات والصراعات بين مرشحي الكتلة الواحدة في وقت يرى فيه بعض المواطنين أن تلك الأرقام والأسماء لم تعد تهمهم بقدر اهتمامهم بكفاءة المرشح من بغداد غيث محمد قناة رشيد الفضائية